يعلم بحضراتكم مرة أخرى شرفني ونورني في هذه الفقرة النجم الكبير كابتن وليد صلاح عبداللطيف نجم نادي الزمالك ومنتخب مصر الأسبك كابتن وليد من نور الدنيا وحشنا في رقم 10 حبيب يا كيمو أنا والله أنت وحشني كثير طبعا كنت على طول بمعك لكن بقى هي فترة بقى بتشرف اتشغلت عننا شوية حبيب يا ربنا حسنا بس حظنا حلو أنت موجود النهارة الله يبارك فيك كابتن وليد عشان بس أنا دائما أحب أخطب الشباب الصغير اللي مرحيش الكابتن وليد في الملعب بس الكابتن وليد ده اللي هو اللي بيسموه دلوقتي المعاجم المتكامل يعني الله يا بلايميكر شغال بيجي من تحت شغال سريع شغال مهاري شغال برأسه شغال يمينه شغالة شماله شغالة كل حاجة كان حكاية يا جماعة للي ما شافش طبعا في ناس كتيرة شافت زي حالاتي بس اللي ما شافش من الشباب الصغير طبعا كان يعني الواحد كان بيفرح بنفسه لما بيشوف مثلا جوال زي بتاعه كان الطموح كان كبير شوي يعني الطموح كان أكبر من كان احتراف بقى والكلام ده كله بس انت فاكر يعني زمين كان موضوع صعبا دلوقتي بكتير كبان نا ليسه صعب برضه لا بس مش الدراجاتي يعني دلوقتي بقى الدنيا مفتوحة أكتر شوي الميديا والكلام ده كله زمين كان صعب شوي لعب الكرة أحلى ولا الشغل في الميديا أحلى لا لا يغلى على لعب الكرة طبعا اه طبعا يعني انت بتكلم في موطع انت بتستمتع مع ان انت كل يوم تمرين كل يوم جاري كل يوم تعب كلام ده كل انت عارفه طبعا بس نحس بالإنجاز اه بس الكرة اللعب جميل بميل يعني زي ما كنت بقول في المقدمة كده انه دلوقتي بنقعد نقول ايه ده مهاجم متكامل هو غالبه باش متكامل هو يبقى عنده ثلاث مسلا مميزات حالات كده هاي مهاجم متكامل ليه عندنا دايما مشكلة في قصة المهاجم دي في مصر بص يا كيمو دي اه ليه أسبابها وأسبابها اللي هي الأجيات بتتغير اه يعني ما ينفعش دلوقتي مثلا انه بص ونقول عايزين مهاجم زي كذا وزي كذا وزي كذا وزي صعب هاي فترة من الفترات كان كان الدور مصري فيه نجوم كتيرة قوي اه راس حربة مهام دلوقتي اه راس الحربة مش موجود وخلي بالك وباك اللفت مش موجود مهام الهدف ان انا امسك بس او يبقى عندي قطاع ناشئين بس انا هشتري من بره مش هاعتمد على اود فرص للعيبة ناشئين مميزين كراس حربة طب لا انا مش هستخدم قطاعات الناشئين بتاعتي بعملها ليه بيبقى اهدافها ايه اه مش كله بيعتمد على كده يعني فيه اندياب تعتمد على الناشئين علشان الموارد المالية وانت عارف الامور دي طبعا لكن الاندياب كبيرة بتبقى اه صعبة شوية لان هي عايزة اه لعيب جاهز لعيب عنده مقاومات اللي هو لا انا عايزة اجيب راس حربة عشان يخلص مش لسه هاستنى يبقى اجيب مثلا راس حربة اه اجنابي او محترف وممكن الناشئ ده يبقى موجود تاني او تالت اه وهو وحظه بقى ممكن ياخده ولما ياخدش على حسب المدير الفاني وعلى حسب الرؤية والكلام ده كل صحيح لكن لو جت بصيت برضو في الاخر ان حتة الرس الحربة بقيت قليلة فواس قليلة جدا قليلة ما انا بقول لك عشان الجيل اه لكن ما عادش فيه المهارة بتاعة زمان ما عادش فيه الموهبة اللي هي موجودة من عند ربنا وانت بتناميها ايوا دلوقتي بقى البدني بتاعك كويس بتعرف تسلم وستلم اه يعني ده دلوقتي اللي هو المصنوع بقى مفيش موهبة فترية موهبة موجودة بس قليلة اه لكن انت بقى بتعليها بالبدني بتعليها بالتوفيق بتعلى بال اللي هو انا باكتهده كل حاجة وسايبها لكن الموهبة بقى اللي انت اه بتعرف تجيب جون بتعرف تحجز تعرف اه تعمل شروباز تعرف تلعب في مكان غير مكانك اه تعرف اه تعمل وتبقى محطة مش موجودة مش موجودة لا طيب بالمناسبة عايزك تفكر الناس الجيل اللي انت كنت بتلعب فيه في ناتي الزمالي كان فيه اسماء عاملة ازاي طبعا اه كابتن حسام وكابتن ابراهيم اه اه حازم امام طبعا اه محمد صبري نتعة عبلهادي والقباني اه احمد صالح طرق السيد وكان طرق السعيد معنا وابو العلا وتمر عب حميد واجمال حميدة شفت انت بتقول الاسماع كده وعبد الحليم علي بتقول الاسماع كده اللي هو كل واحد فيهم يشيل فرق الواحد بس بس يوني اه واسم النبي شكرا على الان многие